موضوع بالغر الاهمية والعالي سيهمنا م 2018 كبار وصغار و ليس كذلك اينما كنا هذا الموضوع و لحظة قاناتيس أضر معكم و يجب أن يراطم لم أفر أن أشعر معشف أن ك skip في هات جيالي من هاتي شي حاجة بحالك تخصي ناخد دواء كيبالي انا اخد دواء خضيت البارح تقريبا واحد جوجي للكينات ولكن اليوم ما نسيت في الصباح ما خضيتش ضروري ضروري خصي ناخد دواء وانتي وانت شني اخر مرة خضيتي في الدواء شكل يوصف لك اخر دواء خضيتي ومن اللي خضيتي بريتي او تهيئ لك انك بريتي من اللي خضيتي الدواء واش مشيتي عالجتي اصل الداء ولا يربو يتي تحبس الالام المرتبط بالداء شنو علاقتكم مع الدواء واش ماشي من حقنا من بعد ما غنسمعو حقائق كبيرة في هات الحلقة من برنامجكم حضي راسك نقولو حضي راسك من الدواء ولا بغينا نقولوها باللغة العربية حضي راسك من الدواء يا مستمع يا كرام اللي كان قولو الدواء ينطبق على كل اشياء المستعمالة من اجل تحصيل الشفاء ولكن من اللي كان قولو الدواء داريجة دينا يعبر عن المواد التي نقتانيها من الصيدلية كيعبر على هذيك المواد على هذيك الخلطات اللي عاملها المختبرات واللي كنشريوها من الفرماسيان من عن الصيدليات فكيفاش كنتعاملوا مع الدواء شنو كنعرفو على الادوية شنه هي علاقتنا مع الادوية شنو كنعرفو على مجال صناعة الادوية ايوه مستمعي الكرام انا غنقولها لكم قبل ما نقدم لكم محلم جموعه دي الحقائق يمكن تكون صادمة بالنسبة للكم هنقول لكم حضاءوا راسكم من الدواء كين اللي يير كيتحرك اي حاجة يحس بيها كيكحوب شوية كيقول غن نشري الدواء كيضروا راسه شوية كيقول غادي نشري الدواء كيحسب شوية دلوجع كيمشي نشري الدواء كين اللي عنده الدواء والطبيب بليا حياتك يعتقد انه ما يمكنش لها تستمر الى ما شافش الطبيب باستمرار ولما شراش الدواء باستمرار كين مستمعي الكرام اللي يربى ولادو كيربي ولادو انتيا للهي انتيا انتيا كاتكبري ولدك دابا ذاك الوليد اللي عزيز عليك كاتكبريه بالدواء كيكحوب تقول الحل نعطيه الدواء وكاتكبشي عند بعض الاطباء وده مع الضامير اللي باش يبينو لك باللي هم طبا واعرين وللأسف عنا هاتشي في الثقافة ديانك واه داك الطبيب طبيب مجهد كاتمشي كيعطيك الدواء داك قبط لها هاد الاطباء في غالب الاحيان للأسف كيوصفوا لها الاطفال مضادات حيوية كيدمروا الماناعة ديالهم وكيدمروا فيهم اشياء اخرى كثيرة اليوم مستمعي الكرام سنعرفوا حقائق كثير على الدواء على صناعة الادوية ويمكن تخليكم تراجعوا نفسكم اكتر من مرة قبل ما تشريوا الدواء وقبل ما تدخلوا الدواء الجسد ديالكم قبل ما تدخلوا واحد الجسم غريب الجسد ديالكم مستمعي الكرام سمحوا لي نقول لكم لا ترحت عليكم واحد السؤال اي لقلت لكم اشنا هي الصناعة العالمية التي تدر اكبر اكبر قدر من المال على الناس اللي كيمتهنوها كين منكم اللي غيقول صناعة الاسلحة صحيح صناعة الاسلحة تدر ملايير دولارات على المؤسسات على الشركات على الدول اللي عم متطورة في هات الصناعة ديال الاسلحة وكترع الحروب وكتحاول انها الحروب ما تساليشي لانها تسالت الحروب البيضاع دياله ما غيكونش عندها سوق منطقي وغادي تصدموه لقلت لكم لا الصناعة التي تدر اكتر من المال حول العالم هي الصناعة ديال الادوية يا مستمع يا الكرام تريلينيونات دولارات مستمع يا الكرام من اللي قلنا اه الشركات اللي كتصنعها الاسلحة والدول اللي عندها تطور في هات المجال في مصلحتها انها باستمرار تستمر الحروب بل تشعل مناطق اخرى بالحروب باش البيضاع ديالها يكون عندها سوق خذوا هاد الامر اسقطوه على الادوية الصناعة ديال الدواء الشركات اللي كتصنع الادوية المختبرات اللي كتشتغل وكتربح ملايير دولارات كخصتش على الحروب ولكن ماشي الحروب بالمفهم التقليدي ولكن حروب داخل الاجساد ديال بمعنى انها كخصتها تراعي مجموعة ديال الامراد باش المنتوج ديالها يكون عنده سوق منطقي صوره ما يبقى تشي واحد مريض ما يبقى تشي واحد محتاج للدواء ولا ما بقى تشي واحد محتاج للدواء الاف شركات حول العالم غدا تسد ملايين ناس اللي كتشتغلوا في المجال ديال الادوية غدا يلقوا وراسهم الشوماج الملايين الدولارات اللي كتدخل الحسابات هاد الشركات هاد السالي اذا لا شي منطقي بالنسبة لهاد الناس بالنسبة لي لهم كيخص المرض يستمر باش الدو يتباع باش الامور الدور باش البيزنيس بقى حي هناك حقائق صادي ما يمكن غتستمعوا لها في هذه الحلقة بحل قلت باش تعيدوا النظار في التعامل ديالكم مع الدواء في التعامل ديالكم مع الصيدلية هناك من يعتبر الصيدلية شيء مقدس انهم اللي كتبشي وكتعطك السيدة اللي تم او السيد اللي تم الدواء صافي يعني شي حاجة خارقة العادة هادوك الناس ما مكينش ثقة تامة والدور ديالهم هم يحافظوا على الصحة ديالك متاسي ديك تكون داخل المحل ديال بيع الشراء بحال داخل تشري علبة ديال مسحوق باش تغسل حويجك بحال داخل تشري قنينة ديال الزيت بحال داخل تشري حق ديال صباغة بحال داخل تشري واحد لحق ديال الدواء هادك الشخص اللي تم الهدف دياله انه يبيع لك قد ما باعليك شي دواء اللي هامش ديالربح فيها اكبر قد ما عندو الرباح اكتر ذاك الشي علاش الناس منكم اللي كيمشي عند مول الفرماسيان يقول له هاد صباح صابح راسي كيدرني من الله يخليك عطيني شي حاجة دائما هادك السيد اللي في السيدلية غدي حرص انه يعطيك دواء او جوج او ثلاثة وغدي يعطيك ماشي بالضرورة الدواء الغالي يمكن الدواء يعطيه لك رخيص ولكن هامش الربح اللي فيه اكبر حتى من الدواء الغالي اكثر من تمانين في المية كيكونك يفكر في الربح اكتر ما كيكونك يفكر في صحة ديالك اعلم اعرف متايقين انه عدد كبير من الجهات اللي عندها علاقة الدواء اطباء وصيادلة مختبرات مغربية سيكرهون هاته الحلقة عادي لان هاد الحلقة يمكن تضرب المصالح ديالهم المالية فاللي كنتكلموا عن المصالح المالية واش انتوما كتعتقدوا انه الهم ديال المختبرات صناعة الادوية والشركات المنخريطة في هذا المجال واش الهم ديالها هو صحة الناس اللي كيعتقد هاد الامر غالب الهم ديال الشركات اللي كتصنع الادوية هو الربح اللي غدا تحقوه الدليل على ذلك الاشهار مثلا كي تعمل اشهار لدواء معين الخدمة القوية على مستوى والماركوتينج اللي عنده علاقة تسويق الادوية نقول لكم رقمتا في الولايات المتحدة الامريكية النظام الرأسماني هو ايضا نظامنا احنا 25% من الوصالات الاشهارية على الشاشات الامريكية مخصصة الادوية هاي الدواء مجرد بضاعة بحالها بحال كل البضاعات بحال كنعملوا الاشهار الياغورت بحال كنعملوا الاشهار المصحوق ما كنعملوا الاشهار لدواء ما كنجتهدوا بالنسبة لها الدواء على مستوى كيفش تكون العلوبة دياله ما هي الانوال اللي غا تكون فيه كيفش يمكن نجروا لي المستهلك باش يتناولوا واليوم احنا كنت تكلمو على الصيدلية كنت تكلمو على الفاغماسي ما كنت تكلموش على الباغا فاغماسي دي قصة اخرى غا ديرجعوا لها في حلقة اخرى من حلقات البرنامج على المواد التي تقدم انها سحرية واللي كيقبلوا عليها العيالات خصوصا النساء هن اللواتي يقبل على شراء تلك المواد اللي كتبع لهم في الباغا فاغماسي وهذه قصة اخرى ولكي اليوم سيركزوا على الدوا الدوا مستماعي الكرام بغينا ن نقتانعوا باش نتعاملوا معها بحالك نتعاملوا مع اي بضاعة تفهموا باللي هادك الدوا من اللي كيخرج من الشركة اللي صنعاته حتى كيوصل ليك كيخضع نفس المنطقة ديال اي بضاعة اللي غا تستهلكها انما الخطورة دي بالدوا انه يأتينا مغلف بنوع من السلطوية هتقول لي كيف هاش السلطوية هش اللي ادراها دي نقول لكم ايه اللي كتبشي عن الطبيب بالبلوزة ديال والبيضاء ما كتحش انه يمارس عليك سلطة العارف انت الجاهل بالمرض اللي فيك بالالام اللي عندك فبالنسبة لك تعمل فيه ثقة عمياء هو اللي كيعرف كل شي ذاك الشي اللي قال لك ما كتناقشوش ما انا ما شفت شي مريض بشي عند شي طبيب قالوا عندك كده وكده وبدك يناقشوك لا لا سي الطبيب لا ما يمكنش يكون عندي هاتش لا انا ما عنديش هادية تقدر تكون عندي هادية الكلام اللي كيقول لك الطبيب كتطبقه بالحرف الدوا اللي كيوصف لك الطبيب باش رجعوا لموضوع الدوا كيتشريها بالحرف ولا ما شريتيش ما كانوش عندك الفلوس اللي حسن عوان اللي ما عندو شاي كتبشي للفرماسيان وكتقول له عافك اعطيني الدوا اللي مجهد في هادو الدوا اللي مزيان رامشيت عندو احد طبيب كيخرج بزاف ديال الدوا اعطيني عافك اللي مزيان ما كتناقش الطبيب إلا قلنا الطبيب اللي كيخرج بزاف ديال الدوا ونتكلموه بالتعبير المستعمال عنه في حياتنا اليومية بزاف ديال الأطباء وبزاف الشركات للأدوية كالتعامل مع المستهلك مع الإنسان كفأر تجارب بزاف وكتيرها هي الأدوية اللي من بعد ما تسوقات العاشرة السنين بف عاد كيجينا واحد لإعلان كيقول لنا دواء الفلاني تم سحبه من السوق لأنه يمثل خطار على المستهلكين يكن عاما سيدي عشرين عام وحنا كانت شربوه في هادا الدواو لخمسة وعشرين عام اليوم عاد بل لكم راهم نضرب الصحة ايو هاد ملايين ناس اللي استهلكوه وضروا كيفاش حالتهم ورجعوا للسلطة كينشي واحد فيكم اللي قدر يدعيش جيها لأنه وشرب شي دوا وضروا ما تقدروش أصلا ما كتعرفوش المصدر ديال الدوا أصلا الدوا اللي مثلا كيتصنع في المغرب لسولت منكم ألف واحد وشكا عندك سمية ديال مختبر واحد من المختبرات اللي كتصنع الأدوية في المغرب عندك الجواب ما عندكش لأنه آخر همك هو أنك تبحث على مصدر ديال الدوا لأنه مغلف بالسلطة تقدير ثقة عمياء اللي كتبشي عن الصيدة اللي وكيعطك الباكية ديال الدوا بالنسبة لك داك الدوا وصفة سحرية غادي تشربها إياه غا يقولك رماشي النهار الأول والتاني خصد الدوا يدير المفعول دياله ثلث أيام، ربع أيام، سبع أيام، خمستاشر يوم على حساب وكل ما كانت العلب ديال الدوا كتيرة كل ما طولتي في العلاج كل ما كتربح معك الشركات أكثر كل ما خلقات الشركات أمراض وهمية للناس كل ما اضطروا يشريوا أدوية لتلك الأمراض الوهمية كل ما ربحات أكثر كل ما خلقات هات الشركة أمراض حقيقية وفيروسات حقيقية وصنعات لها أدوية كل ما كتربح أكثر وهي قصة الفيروس والانتيفيروس في العالم ديال المعلوميات الشركات اللي كتبع لنا لزانتيفيروس هي نفسها اللي عندها في الجانب الآخر ديجيني في الانفورماتيك اللي كيخلقوا لي فيروس فاكيخصي نخلق لك الفيروس ونبيع لك الانتيفيروس خلصي نخلق لك المرض ونبيع لك الدواء إنما الخاطر في الدواء نشي بحل قدير الانتيفيروس أنه عنده أعراض جانبية آي نعمة سيدي من اللي كتشرب الدواء كيداوي حاجة ولكن اللي أكيد أنه كيمرض حويش خراء نمشيوا لمكالمة هاتفية قالوا أصبح الخير آآ لسا أرسل مرحبا بلالله شرفيني بالإسم حسناء كان قيم من دينا الطنجة مرحبا بلالله حسناء في سلحة الأخي محمد عمورة مبارك الله وفيد حسناء مرحبا بلالله شرفيني بالإسماء مرحبا بلالله شرفيني بالإسماء لموضوع الرابط أو عندي قصة نصبح تيال آآ عندي قصة نصبح تيال آآ عندي قصة نصبح تيال حسناء آآ انا كنت وغنهضار على جميع الناس اللي يشاركوا في الشركة هادو مهم وكيف نصبح اليوم آآ كنت كنت بحضل مرحبا وقالت لي على شركة شنو فيها وشنو فيها وشنو كي قدموا ليك وهبش حال النصيب اللي كتشاركي بيه ودخلي في الضومين ديالهم وغادي تشوفي شنو فيه كنقلب على الموقع ديالهم وكنركب الاسم ديالهم في فيسبوك وكتبع لي بلالله شركة عالمية مشهورة والناس كيدخلوا لها آآ بلا موقع ديالهم كنت يدخلوا بواحد لقاصمة ديال وكيبقوا يربحوا من هذك الفلس كلما كيطلع لك لقراد كلما كتدخل معك عدد الناس كلما كيطلع لك لقراد ما كنت بيعيتش حاجة ما كنت يجدك القديد البيع الهارامي وليش حاجة لبغيت عندك شيء مشروع بغيت يدخل المجال كلما كيطلع لقاصمة كلما كيطلع لقاصمة المهم هذي كيطلعوا بها مع الناس اللي كارين وما يقضوش عليهم يعني يخافوا منهم يقضوش عليهم أيضا ما يحصل يغاتي اللي السفد 75.000 تحدد كلما كيطلع معاك شحر ما أبغيت يتخلص على خواتك ولا لك تدخل جراد واحد بربعة وسبعين وكي يقول لك ما حدك أنت تدخل الناس وكي يجيك فلوس أكتر كل شهر وانت تطلع كل المهم كتدخل نتها بربعة وسبعين وفي ريال جراد واحد فتربع عليه كل شهر ربعمية درع واضح لله وخلي اللي حسنا مزيان اللي نبغتنا لهذا الموضوع يمكن غدي نعطي إضافات في هذا الباب ونقول لك اللي حسنا ولكل المستمعات والمستمع الكرام دائما كنت كان قل لكم لاجه شي حد كي يعرض عليك شي حاجة فيها الرباح بزاف قلب في جنابه على الخطيئة حيث رأي ما كينش شي واحد اللي كي يعطي شي حاجة فابور ولو كي يعطي شي رباح فابور ما كينش نهائيا ثم غير منطيقي وهنا عودك الرجعول لديك القضية ديال طمع اللي كي قدع عليه الكتاب غير منطيقي أنك تستثمر لأن هذا كي يقولوا ليوم استثمر 74 الفريال وتأخذ عليها 8000 الفريال في الشهر ما كيناش الأبناك اليوم هي مؤسسات مالية قداش من اللي كتدي الفلوس وكتبلوقها تأخذ عليها 1-3% جو جونس في المياه على حساب لابونك 3 ونص كل واحدة وشنو عاملة هادي مفروض أنه البنك اللي كتأخذ لك الفلوس وكتسلفهم من الناس وكتشغلهم وما إلى ذلك فما كينش شي مشروع اللي يمكن يعطيك انت غالس ما كتدير ولو ما كنقولش ما كينش شي مشروع اللي كتشتغل فيه ممكن تشتغل تستثمر أقل وتربح أكثر ما شي هذا المشكل ولكن مشروع انت غالس في دارك فأعطيك لواحد الناس 74 الفريال وقل كتلك 74 هي في الحفظ والصون وكل شهر غتجيك تمنع لفريال ره مستحيل ولكن للأسف حنا طماعة ومعجازين قدموا قدمونا الربح بزاف صوروه لنا وحنا ما غنديرو والو كي عجبنا الحال وكندخله في ذلك الشي بحال الناس اللي كي قمروا شنو كي يقول الهدف ديالهم كيقولوا علاش الله ما قدر تستقل يا أنا والربح المليار وهذه هي اللعبة كل واحد كي يعتقد كيقول لشان خسر أنا عمشي اللعب واحد عشرة درهم عشرين درهم تلاتين درهم وما عرفتي واو كي بدي أحلم اللي غير بحل المليار شنو غايدير بيه مليار ونص شنو غايدير بيه ولكن أحلم الناس كلها التي لن تتحقق كتحقق ربح كثير لوحدين آخرين حضيوا رأسكم السماعية الكرام وخصا من هات الشركة اللي بيع الهارامية وهات الشي رفيها النصب أكتر من المعقول مكالماتي بيه أخرى آلو صباح النور آلو السلام عليكم مرحبا بسيدي شرفني بالإسم زهيرت مرحبا بسيدي زهيرت فضل آه نقول لك أخينا واحد واحد اختراف القياد بمحمد خدام جاء واحد عيط لي اللي بيع قال لك راح يرى بخبي خلاسات المليون معه اتصلة عيطوك من التليفون عيطوك من المرأة دي يعني النيز وقال لي واسا البيان راح مخدامني بشاك ديك داب غد فيشي اللا وقال لدى بجاهزة بان الصوخ خدامها امسي قال لك غد تدخل دابا لك عاحبك شي بانك ولاشه عزاء غدت حط منورك وحد الرقم غدت حط واحد العشرين الف ريال وبقاش غد مخلت والي 대�ات الم amongst هل ممكن التي قمت تتحريرrak دقاءة ما بين بالتحوض الممتع الهل على المراضıyorsun يتذكر ربما لا تتحرير jaktae neque verdade غدا او اندى بشكل عن 2005 عطيها في نص 60 ولا 40 ولا الى ا straight او انعبت غير مهمة مهمة أنا قلت له مهم سير أنا ما عندي تاري يالد وخال فلوس عندي صاحبية عرفت للكدوم مبغيش تقوله مهمة تشوف لي إذا قالك وغد ان شاء الله قدين عايته وقو عايت لي بنمرة ونسب عايته لديك النمرة ما يشتش ولا عايت لي بنمرة أخرى واضح صاحبية المهمة أنا كان لغير الناس اللي يرى ما يمغلوهم تكتبها رغي الكدوب والمهم أنا قلت له لغد مهم قلت له خد نصف جاعة ثلاثة للمليون خد مليون ونصف وغير لي مليون ونصف أنا يعني مهمة هذا شي غير كدوب هذا شكرا سي زوهير طبعا لما كانت ذكروا بعد الشركة الكبرى لأنه للأسف كان الناس اللي كان ينصبوا باسم هذه الشركة الكبرى عندها ثلاثة ديال الفاعلين في المجال ديال الاتصالات فما كان عملوش إشهار جهة معينة ولكل المستمعين الكرام ديالنا رغم يتكلمو بالعفوية ديالهم المعهودة شكرا للكم شكرا سي زوهير على هاد الصورة اللي قدمتي لي لنا وطبعا طبعا 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 للأسف كين هالنوع من الصابة وكين الناس اللي كتحوا في الشيبك ديالهم راكي اللي كتعيت له كتقول له ربحتي وتزوق عليه شوية ديال الهضراء وهدي صافي كي تيق ويقال سفدارو تجدون ربحة من السماء تشيرها ما كينش كنقول لكم ومستمعي الكرام ما تبقاوش تتيقو اللي يخليكم في هادشي أحضي راسك بزاف الناس غيقول لكم وانت كتقول لنا الدواء وما الدواء وشنو غنديلو لما شربناش الدواء أولا نوضحوا واحد القضية راكي نقولوا شاي باللي راه من اللي غنساليه وصايمان وقاوش نشربوا الدواء وره الدواء مصالحش وراه كل أدوية مصالحاش الإحصائيات كتقول لنا أنه أكتر من ستين في المياه ديال الأدوية حول العالم مصالحة الوالو عانتوا شنو مصالحة الوالو كتشربها باش تداوي لك واحد المرضي في كتير من الأحيان الناس اللي كيبراوا كيبراوا نفسانيا كيعالجوا نفسهم بنفسهم من خلال الاعتقاد أن هذا الدواء دواهم أكتر من 25% من الأدوية اللي كتتتوصف كتتتوصف في غير موضوعها انت مريض بحاجة وكيعطوك الدواء الحاجة أخرى وأكتر من 90% من الأدوية لها أعراض جانبية وهذا هو الخاطئ وكناك نتكلمون مستماعي الكرام على الشركات دير صناعات الأدوية وعلى المختبرات نقول لكم مستماعي الكرام أنه بكين بعض الدراسات المتشائمة اللي كتقول أن هناك مجموعة دير المختبرات اللي كتعطيك الدواء في قلب الدواء كتعطيك ما يدير لك مرض أخر باش دائما الصناعة تبقى مستمرة وباش دائما اللي بعشرة يبقى على أشده دليل على ذلك يقولوا هذ الناس أنه في 1952 كان هناك حول العالم 60 مارات اللي معروف ما اللي كان قوله 60 مارات لأمراض الوعرة اللي الناس كيقولوا مرض بحال مثلا نقولوا زوكام مرض معروف مارات ماشي سخانة لأن شحل ما واحد كيقول لك أنا مريض بسخانة سخانة ماشي مرض سخانة عارض ديال المرض كتقول لك وديرها الجسم ديالك في شي حاجة ماشي هي ديك قلت في 1952 كان حول العالم 60 مارات معروف موسجل 2013 مثلا شحل تقولوا ولا من مارات من 60 430 أما الآن هذا الرقم أكيد أنه ارتفع بزفد الناس منكم كيترحوا السؤال ما كي تقاتلوش بالصح باش يلقاولوا الجواب بحال كنقولوه ما كي بدلوش من جهود باش يلقاولوا الجواب شحل ما واحد فيكم كيقول آه شحل ولا ودي الأمراض وهذا المرضى صاحبي ما كانش بكري اللي بنادم ولا ضغياك يا مرضى وشحل ولا نكا نسمعو من هذا مرض كذا وهذا مرض كذا مناش توحد ما قال ربما هات الشي اللي كناكلو كنشربو عموما هو اللي كيعطينا لمرض وخصوصا الأدوية هي اللي ماشي كتداوينا كتمرضنا كتعطينا انطباع أننا برينا ولكن هي في الواقع كتعالجناها الظرفيا إنما مع المادة البعيد سنبقاه مراد فقلنا مستمعي الكرام الأصل في الصناعة للأدوية هو البحث عن الربح المادي مشاعر الصحة دي المستهلي سيقول قائلو في نهاية الدراسات كين منظمة الصحة العالمية وكين دراسات اللي كتتعمل وكين دراسات اللي كتتعمل وكين دراسات وعادك نخرجوه سنقول لكم ماذا يعمل هذه الدراسات نعم لا لا ماذا يدير هذه الدراسات تديرها جهات تدفع لها الشركات والمختبرات التي تصنع الأدوية كيف تتم العملية كنختار عنها واحد الدوا واحد الوصفة كنصوبها كنقول هذه الوصفة تتعالج المرض الفلاني كنمشي عند واحد الشركة دي الدراسة اللي احتعية فيها صيادلاء وأطباء وعلماء وكنقول لي مع فكرة صوبتها الدوا وكيدير كذا وكذا بغيتكم تأكدوا لي أنه كيعالج كذا وكذا وأن الأضرار دياله الجانبية ماشي شيء أضرار كبيرة وغادي نخلصكم فالأبحاث تسير في اتجاه تأكيد نجاعة الدوا ما كتبشيش في الاتجاه ديال أرفض الدوا والإحصائيات عبر التاريخ للأسف ما كتعطيناش شيء أدوية اللي قدمتها مختبرات كبيرة أمريكية أو أوروبية ورفضاتها جهات اللي كتعملت الدراسة وبحلق النقبلة للأسف منظمة الصحة العالمية حتى الدوا كيدخل أموال الطائلة من بعد عشرين عام ونخمسة وعشرين عام بعد كتخرج عنا بواحد البالاق كتقول لنا تبت أن الدول الفلاني كيضر الناس ما تبقاوش تشربوه ما تبقاوش تاكلوه سيسحب من الأسواق وأكثر من ذلك للأسف مستمعي الكرام إفريقيا هي المختبر ديال العالم بالنسبة للأدوية كل تجارب حول الأدوية اللي الله تتصنع وماذا النجاعة ديالها كتتجرب للأسف إفريقيا جنوب الصحراء وهذه يعود الدراسات اللي كتأكد هذا الأمر للأسف هذا الشيء وراه ما كنتكلموه شاي عن الأدوية المزوارة هذه كراه بوحدها لابرا كنتكلموه على الأدوية بين قوسي المعتمدة أما السوق كيعج بـ 40% من الأدوية المزوارة كنقول السوق العالمية شنو نصيب المغرب منها مع أناش للأسف إحصاءات أحضير أسق السلام عليكم مرحبا بسيدي شرفني بالإسم الحسين من أقا دير تفضل سيدي الحسين تعمو رضي خير كنشكرك لا عفو سيدي مرحبا بسيدي حسين تفضل وتنشكرك على تشلك الدير الله يطول عمرك سيدي وأنا من الموت أتبانك مش حالة هذه مش حالة مش حلوناك كنصوني مرحبا بسيدي أنا عندي واحد جيش تدخلاتي إذا ممكن تفضل حاول تكون مختصر يجب على خاطرك ايه عندي تدخل لأول على حسب الدواء النصب على حسب الدواء الطبيب وذلك شيء في دوميلكات كنت عندي واحد من نسخة في العنقديالي ومشي سيدي واحد طبيب وعطاني تقريبا واحد ألفين ألفين دراندي للدواء تقريبا وإن كنت استعمل لك الدواء تقريبا شيء أنا أقول لك ما أعطانته من ثم قطعة الدواء من دوميلكات لأحد الأرمي ممكن استعملوا شدوا سيحوسين شوف ره البرنامج ماشي كي يقول لكم مودي ما تستعملوا شدوا ماشي هذا هو الهدف من هذه الحلقة الهدف منها هو أننا نقدمو لكم مجموعة دي الحقائق حول الأدوية مبنية على مجموعة دي الدراسات الدولية هذه المعطيات اللي كان قدم مره ماشي معطيات اللي كان نجيبها من راسي ولكن هي نتيجة بحث واحد المجموعة دي الدراسات والأبحاث العلمية لها ارتباط بالأدوية وبصناعة الأدوية ره طبعا إلا مشيتي عند طبيب ريال كان طبيب اللي عنده ضامير حي وصف لك دواء في محله وتناولتي هالدواء رقضي التعالج وإلا ما كانش الأمراض اللي كينا فوق هالكورة الأرضية واللي تكلمنا عنها غد يمكن لها التعالج ولكن كين أرقام وإحصاءات كان تعطينا أنه كين أدوية اللي هي أدوية حقيقية موجه العلاج بجموعة دي الأمراض بعينيها وكين أدوية وهمية فالبرنامج كيهموا يقدم لكم هاد الحقيقة باش توليوك تتعاملوا مع الدواء بعقلانية ماشي أي حاجة حستيبات تبشي كتجري للفرماسيان باش تشري الدواء وطبعا هاد القضية أنك تبشي لصيدالية وتشري الدواء وهذاك الصيدالية يقدم لك الدواء كينفوا حلم جموعة دي الدول المتخلفة والسائرة في طريق النمو وما الدواء الأخرى فره يستحيل يعطيك دواء لما قدمتيش له الوصفة دي الطابق من جهة باش مكيت تحملش هو المسؤولية من جهة أخرى باش الدولة كتسد الباب على الصيداليات اللي عندها الهدف تجاري صرف تدخل عنده ودعلك الدواء مصوقوش ومن جهة أخرى باش تكون واحد العقلانة بيد استعمال الدواء سافقنا مستمعية الكرة فضل السيح حسين وعندي واحد الموضوع آخر بنيسبة للدواء واني من جهة الفلاحة معنا بشكل فلاحي لدينا نفس المشكلة في الضغمين كاملين كان لتريتمون للدواءات اللي ما تيراكتيبة إلا بغنا ندخلوه مزيدا فيهم مادة الفعالة كان اللي هي أنتير دي في الدول الأوروبية تقريب ١١ عام و ١٤ عام ويدخرة في المغرب وكما كانت تستعملوها حل اللي كانت تعطل دواجين أو أبقار كانت دواجين وخضروات اللي فروية وكل شي كانت في كل شي وكانت دابا لونسا كانت تعطيك لاليست ديال لونسا لم تتجد لان كانت واحد لاليست تديرها لونسا وليلي أوروبيان وليك لاليست مرمون وقصو تحترم واني من لي تتجد السوق تجد حاجة أخرى مرمون إلى جن الماطيشة تجد لديك ٢٠ ماطياركتيف وليك تجد دابا تجد دابا تجد وليك تجد دابا تجد الان تير دي عشر ٢٠٢ عام تجد وليك تجد فلوروب ٤٠ درام تجد لديك تجد دابا تجد خمسة الاف درام واضح حسين شكرا جزيلا على هذه الصورة الأخرى شكرا تنتا وتشكرك على مجهودات لا أفو سيد الله يبارك فيك حسين قد نعود المجال آخر اللي حقيقة فيما يدار وفيه ما يتقال هي الأدوية والمواد عموما لمستعمالة بالنسبة للحيوانات اللي كنستهلكوها بالنسبة للناس اللاحيمين اللي كيأكلوا الحم هيتقول لا في المغرب هذا الاتجاه دي من أكل الحملة والوح هلاش نقتل مخلوق آخر باش ناكله كين هذا الاتجاه؟ وبالنسبة للخضروات وبالنسبة للفواكه وما إلى ذلك هذه قصة أخرى إنما قصة الدواء مستمعيا الكرام مستمعنا الكريم حسين قال واحد الكليمة مهمة هي المادة الفعالة في الدواء وتكلمنا قبيلا عن المواد والأدوية المزوارة إذا كانت مثلا المادة الفعالة هي اللي كتكون بالميليجرام تقول لك هذه المادة الفلانية 10 ميليجرام أو 1 ميليجرام هذي كتشير المادة اللي هي فعالة اللي هي اللي كتداوي في ذلك الشي كله هذه الكينا قدها قداش ولكن تكوين ديال الدواء المادة الفعالة 1 ميليجرام مثلا وباقي المكونات هي التتبيت هي المساعدة هي محاولة لحد من الأعراض الجانبية وما إلى ذلك هذه المادة الفعالة بالنسبة للأدوية المزوارة إما ما كتكونش بصفة نهائية إما كتكون بنسبة قليلة وقليلة جدا والأخطر من ذلك أنه في الصناعة هذه الأدوية ملكة 19 دواء كتتعمل المادة الفعالة وكتعمل مواد أخرى لمحاربة الأعراض الجانبية اللي ستعملها هذيك المادة الفعالة الأدوية المزوارة حتى لا تعمل شوية ديال المادة الفعالة للأسف ما كتتعملش لمواد الأخرى اللي كتتحارب الأعراض الجانبية فهذه الحلقة مستمعية الكرام ما كنقولش لكم ما تشربوش الدواء لأنه ما يمكنش ما تشربوش الدواء ولكن كنقول لكم كين أسالي باش يمكن نعيشو وحنا بعاد ما أمكن على الأدوية وحنا بعاد ما أمكن على زيارة الطبيب حيت بغينا ولكر هنا الأطباء المصحات الصناعة ديال الأدوية هي في العمق معاملات تجارية الناس اللي عندهم شوية ضامير كيديروا إيه اللي بيع وشراء طبيب كيدخل الفلوس إيه ولكن حيت عنده ضامير كيدير واحد المجهود وكيد الصحة المواطن عنده كيخاف عليها كينين أطباء اللي بياع وشرية صاماصيرا ديال الصحة المواطنة من اللي كتدخل عنده كيحاول يجبد منك أي حاجة ممكنة ديال الفلوس كيعطيك شي راضي وانت ما محتاج له كيهبطك لتحت اللي عنده هو نت المختبر دياله نسبة المئاوية دياله كتب شي مثلا عندك شي مشكلة في ودنك ضروري كيدوزك من واحد تاس ديال ودنين باش تخلص الفلوس وما إلى ذلك كين للأسف هاد الجانب فباش ما نطيحوش حنا في هاد كترة الأدوية وكترة الأطباء وما نطيحوش شايفة السماصرة ديال صحة المواطنين انطر عليكم واحد السؤال اللي عنده فيكم موتور ولا تنوبيل وليشي حاجة عندك تنوبيل ديال القازوال ديال الديازيل ديال المازوت كيم كلك تدير فيها ليسانس كيم كلك تعمرها بالموت زيد كيم كلك تدير فيها زيت العود زيت الزيتون ما يمكنش المحرك ديالها صنع باش يشتغل بواحد المادة معينة هدي آلة فما بالو كانت إنسان وإلا تعاملتي مع أعضاء ديالك كمكونات ديال واحد الآلة الصنعات باش تسير وباش تخدم بواحد المواد بعينيها وانتك تعطيها مواد أخرى صنعات باش تخدم بمواد بعينيها وتخلقات هديك المواد باش غدا تخدم هديك الآلة اللي هو الجسم ديالك خضار الفواكه واحد المجموعة المكونات الطبيعية انت في عواد ديك المكونات الطبيعية كتبشي تعطيها الطنوبيل ديالك اللي هو الجسد ديالك كتعطيها مادة أخرى باش تخدم غدا تخدم ولكن را عمرها ما غتعطي المرضوض 100% وأكيد أنها غتمرض على المعدة المتوسط أو البعيد وهي حالتكم مع الفاستفود هي حالتكم مع المقليات هي حالتكم مع عدم شرب الماء هي حالتكم مع غياب المجهود الجسماني العاضي الباداني يعني الرياضة هي حالتكم فنا ما طلعيش ديالكم كيفاش بغيتو ما تمرضوش وما تشريوش الدواء وما تبشيوش عن الطبيب وانتو ما كتدمروا صحتكم بيدكم وش حال هذي قراوها لنا وكانت كتبال لنا من ديك الشي اللي كيقولون ما عمرنا تعمقنا فيها ربما اللي هي الوقاية خير من العلاج الوقاية على كل مستويات ومن سبول الوقاية باش نحافظوا على هاد الالة اللي هي الجسم ديالنا اننا ما نخدموهاش بواقود غير الواقود اللي كتخدم به قدرت ليها واقود آخر قد يتدمرها السماعي الكرام هذي اخر مكلمة هاتفية لهذه الحلقة ما على اعتدار الاعدادكم الهائلة اللي بودتكم تشاركوا معنا ولكن للأسف عمر البرنامج معكم كالعادة بروعتكم كيدوز بسرعة انا خديجة من اقالم الجنوبية مرحباب للا خديجة تدى للا خديجة كده لسي عمورة لبس عليك الله يطول عمرك للا نشكرك سيدي على هذا البرنامج نعفوه لله يبارك فيك عندي سيدي واحد القضية عندي شي نصب شي واحد نصب عليها صورني صورني شي تصورها ماشية ولا حني في الانترنت غير اللي ده سيدي يبقى يشوف فيها المرأة والرجل والبنت والولد وهذه شي محيرني بزيف نعرف فين غادي نمشي وفين غادي نشكي الله يززك بخير وخال الله افتحتنا الحديث على واحد الموضوع كبير وسبق البرنامج هدر عليه ولما كان هدر عليه البرنامج كان طرح السؤال على الناس وش حناولينا خيبي لهالدراجة نزيدك سيدي السيدة السيدة اللي اسمي تورا كان عارفو هذا السيد اللي دالي هكام كان شحاله دي ودي مك يقولي غادي بفاجأك السيد كان عارفو عملت بيه شكاية او للا لا سيدة انا ما عملت شكاية بغيتك طرش اضمي الله يززك بخير السيد كان عارفو غادي شكاية للا عند وكي المالك موضوعها هو التشهير اللي عندك شي محامي كتعرفيه خذي المحامي معاك وغادي شكاية وهد السيد كان وسائل يوم علمية لكي تأكدب اللي هو اللي انشر هذه الصورة كان الشرطة العلمية كان الشرطة اللي عندها علاقة بالمجال دي المعلوميات وبالمجالات التقنية الحاديثة وره ما شير هو ره عدد كبير من الناس اللي حاولوا يعتادوا على حرمة ناس خرين ومشاول الحبس وره كين قانون مستمعي الكرام شكرا لمستمعتي العايزة فتحت للمجال باش نقول لمستمعي الكرام انه ره كين القانون وكين مادة في القانون الجنائي اللي كتشير نوعية العقوبات اللي كيتعاقبوا الناس اللي كيصوروا واللي كيشجلوا ناس اللي كيستعملوا تلك التشجيلات في أغراضك قد تضر بهذاك الشخص مثلا دابا كل شي ولات عنده تطبيقات باش تشجل مكالمة هاتفية كتكون كتضر مع شي حد هو كيشجلك في التليفون كيقول مع رأسه وش ديتو كيعير فلان ولا كيعير فلانا ولا كيعير شي رمز من الرموز غنطحنو يا سيدي الفاضل يا سيدتي الفاضل استعمالك لهذاك التشجيل كيعرضك انتاق بعد اللول لمساءلة انتاق تبشيل الحبس كينما واد في القانون الجنائي ما كتسمحش لك تصور شي حد او تسجل شي حد او تستعمل اي تقنية حديثة باش تبتز شي شخص او لا تشهر بشي شخص هدا علاش مستمعتي الكريمة قلت لك اول حاجة يمكن لك تعملي شي كي وغتاخذي الحق ديالك وبحال قلت للأسف واللينا خايبين لانه ولا الهدف ديالنا انا نضره بعضياتنا وكيجيبنا الله من اللي كنضره الاخر كنحس بواحد المتعة بحال لك نرجع للأصل الحيواني الشارس ديالنا المتوحش وهذه قصة اخرى مستمعية الكرام تحيتي اليكم نتمنى صادق انكم تكونوا خذيتم جموعة ديال الافكار من خلال الحلقة ديال اليوم حضير اسك من الدواك نقول لكم لم نتطرق لكل جوانب ولكن كيهمنا انكم تفهموا وتبشي وتبحثوا وتقرأوا 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 تقرأوا تقرأوا تحية تحب وتقدير للكم من طواقم التقنية والفنية برنامج حضير اسك محمد عمرة بكل حب يحييكم الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة